بعد انقطاع دام عدة أشهر تستأنف الوكالة الدولية للطاقة النووية الحوار مع إيران بشأن قضايا الضمانات النووية وحسب مدير الوكالة رفايل غورسي فإن الحوار مع إيران استأنف لتوضيح مسألة المواقع الإيرانية الثلاثة غير المصرح عنها والتي عثر فيها سابقا على أثار لليورانيوم تصريحات جاءت عقب لقاء جمع غورسي مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في فيينا هذه الخطوة تأتي عقب تقرير شديد اللهج أسدرت الوكالة مؤخرا قالت فيه إنها غير قادرة على الضمان الطابع السلمي الصرف لبرنامج طهران النووي كما حض مجلس حكام الوكالة في يونيو الماضي إيران على التعاون مع الوكالة وتقديم إضاحات بشأن تلك الملفات ويعد تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية إحدى النقاط العالقة في المفاوضات التي انطلقت في فيينا في أبريل من العام الماضي والتي تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي ويتيح ذلك الاتفاق رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران مقابل كبح برنامجها النووي بإشراف الوكالة الدولية للطاقة النووية لكن إيران أوقفت تعاونها تدريجيا مع الوكالة كرد على خروج واشنطن من الاتفاق وتندد طهران بما تسميه الضغوط التي تمارس عليها وتقول إن الوكالة الدولية للطاقة النووية وتحقيقاتها مسيسة استئناف الحوار بين الطرفين يراه مراقبون اختراقا مهما في مسار المفاوضات النووية لكن إن عكساته على مسار المفاوضات مرهون بمدى جدية طهران في التجاوب مع مطالب الوكالة موسيقى